طبعاً أنا متشاكرة على البداية الجميلة دي ولكن عايز أقول حياتك أن الوقت إمكانية أن تستغلاله هو ده الكنز لأي شخص حياتك ذكرت أن أنا حصلت على أقصى من شهادة من كذا جامعة وشرفت أن أنا أحصل على وسام السيد الرئيس الجمهورية للرياضة من الدرجة الثانية وبرضو شرفت أن أكون مساعد رئيس الحزب الوافد حزب المعارضة وحزب الوافد العريق مساعد رئيس الحزب للتخطيط والإدارة الوقت بالنسبة لي الهدف منه إيه؟ كان الهدف منه أن أنا أدخل مجلس النواب لأعبر عن صوت الشعب واسمح لي أقول حياتك أن المجلس وببشر الناس كلها المجلس مختلف كان أنا أول مرة أدخل المجلس ولكن بشهادة الناس والعمال اللي في أروقت وطرقات المجلس بيقابلونا كل يوم يقولونا ربنا يعني شد كده من أزركه وكمله الناس في حالة تفاؤل شديدة جدا 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 وكلهم بيتمنوا الأصلح بيتمنوا أن احنا نطور من أداء إن شاء الله بدور الإعقاد ده كل الناس هترى يعني تشريعات جديدة وهترى يعني مش هقول استجوابات لكن فيه تفاعل بين الوزراء لأننا الحقيقة أنا مش بهدف إن أنا ولا بصدد إن أنا أمسك وزير أستجوبه هو عبارة عن إحنا كلنا بنشتغل من أجل الوطن الوزير بيؤدي خطة وبيؤدي دوره وإحنا كنواب لينا دور تشريعي ولينا دور رقابي ولينا دور اللي هو بيتمثل في المسألة فده هدف من دخول المجلس وإن شاء الله بإذن الله أحاول أحققه أنا وجميع السادة النواب وبدعوا برضو للتفاعل مرة أخرى لأنه حشرح لحراتك بعدك يعني في أثناء الحديث إزاي المجلس مختلف طيب إحنا عايزين نتكلم عن تشكيل المجلس يعني حضرتك جوه المجلس وشايفة التفاعل شايفة الحراك اللي جوه المجلس تشكيل المجلس من وجهة نظر حضرتك عامل إزاي الاختلاف جاي من كذا جزئية وكذا جانب أولا حضرتك الشباب بيمثل المجلس شباب سواء مستقل أو شباب من التنصيقية الأحزاب والحقيقة يعني أنا برفع قبعة لمن فكر في فكرة التنصيقية الأحزاب شباب زي الورد على مستوى عالي جدا من الثقافة والسياسة والوعي السياسي كان للأسف الشديد سابقا ما بيلقوش ملجأ يروحونه بيتجهوا طبعا لجماعات غير شرعية فلقت الدولة أخيرا بتحتضنهم قولوا رأيكوا عبروا عليه سواء بالنقدة أو حتى بالتأييد الشباب كتلة الشباب دي في المجلس أنت حضرتك شايف روح تانية خالص في المجلس الشباب يعبر عن مشاكل جيلهم وفيه إزاي نوع من الحراك ما بينهم والمنافسة فده أول شقة شقة تاني المرأة ما حصلش في عصر أعتقد يعني أن المرأة ولا في أي عصر حصل أن المرأة وصلت للعدد ده يعني أعتقد حتى مقارنة بمجالس نيابية أخرى في حوالين العالم برضو المرأة لو حضرتك شفت المنافسة اللي ما بيننا ومنافسة كلها مبنية على الحب وكلها مبنية على منافسة الوصول للحقيقة والوصول إن إحنا بنحاول نوصل للمواطن الماصري اللي في الشارع إحنا مستكتين طب حضيك ذكرتي تمثيل المرأة في المجلس الجزئية ديت أنا يعني عارف إنه فيه جهود وفيه مبادرات كده النائبة أميرة أبو شقة بتقوم بيها فكوننا عايزين نعرف عنها أكتر يعني على مستوى الحزب إحنا عملنا مبادرة اسمها الوفد مع المرأة وتزامونا مع سيد رئيس الجمهورية على القرية والفكرة دي أعتقد إنها يعني هتقلب موازين البلد إن إزاي يعني أوصل للقرية المصرية والناس دي عايزة جهد عشان نوصل لهم ونوصل صوتهم فإحنا عملنا حاجة اسمها الوفد مع المرأة الوفد مع المرأة عبارة عن إيه وصلنا إن إحنا عملين الوفد مع المرأة في الصعيد حياتكم تخيل 3500 سيدة صعيدية من أول الصعيد لآخره مجتمعين في جامعة أسيوت بيعبروا عن مشاكلهم بيعبروا عن قراءهم والمبادرة دي لقت نجاح على مستوى الصعيد كله وإن شاء الله هنعممها على مستوى مصر كلها فدي دعوة إن إحنا ننظر زي ما سيد رئيس يعني برضو أنا بحيي الفكر الخارج بورا الصندوق لما عملنا عاصمة إدارية إحنا لو كنا وصلنا لسه بنزبط البلد من جوه ما كانش حاجة ظهرت الوقت إحنا عندنا عاصمة هي مش إدارية هي عاصمة عالمية